الحقيقة ليست بعيدة عن الواقع الراهن هي وثيقة الصلة كيف يتلقى أفراد الإخوان ما يبث في إعلام الإخوان الجماعة بتربي أبنائها وأعضائها في تربية محضنية مقولبة أن إعلام الجماعة العام ليس مصدرا للتلقي ويربونهم في كتب يعتمدها قسم التربية أن إذا رأيتم قيادات الجماعة تشيد ببعض القوى السياسية أو توجد معها مساحات مشتركة فليس معنا هذا أن هذا أمر تتبنى الجماعة أو أنه الرأي الرسمي للجماعة هو مجرد محاولة للتقارب وإيجاد مساحات مع عدو قريب إلى أن نسقط العدو الأقوى هكذا يدرسون في كتاب المنهج الحركي للسيرة النبوية في كتابات سعيد حوى في كتابات القديمة الفتحية قبل أن يترك الجماعة يدرسونها في تربية محضنية أن أعلام الجماعة ليس مصدرا للتلقي وإنما المصدر التلقي الوحيد هو ما يأتي بالطريق التنظيمي ترجمة نانسي قنقر